وصل إلى مملكة البحرين اليوم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة المشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين حيث كان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة والسفير الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية والسفير صلاح علي المالكي رئيس بعثة الشرف موسيقى 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 موسيقى